خسائر بشرية في قصف تركيا لمناطق كردية في العراق وشمال سوريا وزارة الدفاع التركية أعلنت أن طائرات حربية تابعة لها استهدفت معسكرات تدريب وملاجئ ومخازين ذخيرة على حد تعبيرها وأوضحت أنقرة أنها بدأت عملية أطلقت عليها نصر الشتاء استهدفت مناطق ديريك وسنجار وكركاك شمالية العراق وسوريا وذلك بهدف تطهيرها ممن وصفتهم بالإرهابيين مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية وأفدت وسائل إعلامية عراقية بسقوط قتلى ومصابين نتيجة القصف الجوي التركي لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في مخمور بمحافظة أربيل قال مصدر أمني عراقي إن مقاتلة تركية نفذت نحو عشرين غارة على مناطق شمال البلاد من جهته أفد المرصد السوري أن غارة بطائرة مسيرة تركية استهدفت موقعا للقوات الكردية السورية بالقرب من حقول الرميلان النفطية في شمال شرق سوريا هذا وندد العراق بالضربات التركية مطالبا أنقرة بوقف هذه الانتهاكات والالتزام بحسن الجوار أفق الاتفاقية الدولية مؤكدا أنه على استعداد للتعاون بين البلدين لضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة اشتركوا في القناة